موقف محرج كان يتعرض له العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من والده الراحل الملك الحسين بن طلال حينما كان يزوره في قصره فحينما يلقي الأبو على مسامع العاهل الأردني سؤالا محددا ويكون الجواب بلا فكان الملك الحسين ينصرف في التو فما القصة؟ اعتاد العاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال على زيارة قصر ابنه ولي العهد أنذاك عبد الله الثاني وزوجته الأميرة رانيا العبدالله فكانا يرحبان به دائما حينما يفوت عليهم ليجلس معهم بعيدا عن أمور المملكة ومشاغل الديوان الملكي ولقاءة المسؤولين حتى يقضي معهم وقتا منتعا لكن كل ذلك كان يتطلب وجود حفيد الملك الحسين بن طلال ولي العهد الأردني الحالي الأمير الحسين بن عبد الله فقد كان أقرب المقربين إلى قلب الملك الراحل وربما تسبب في وقوع والده عبد الله في مواقف محرجة بصورة مستمرة لا أقول أنا جاي بس أشوف أحسادي وأنا كنت عارف أن أمور كان من نفس العلاقة بينه وبينها في نهاية كل يوم منذ أن حضر ولي العهد الأردني الأمير الحسين إلى الحياة والجد الحسين بن طلال يزور قصر الملك عبد الله الثاني حتى يرى حفيده صغير بدأ يمر به العمر فسنة تلو الأخرى وبدأ الصبي يكبر حتى إن الحسين بن طلال كان يمر على القصر ليلقى الملك عبد الله ويسأله هل الحسين موجود فحينما تكون الإجابة بلا ينصرف على التو وذات مرة من المرات التي زار فيها أبو عبد الله قصر نجله للقاء حفيده فسأل عنها حينما أقر الملك عبد الله بعد موجود الأمير الحسين فقال له الملك الحسين طيب مع السلامة وحتى يرفع العاهل الأردني الحرج عن نفسه أمام والده يطالبه بتكريمه بالزيارة فيقول طيب اتفضل سيدنا بالدخول يا سيدي اتفضل على البيت لكن الملك الراحل كان يؤكد أن زيارته دائما لبيت نجله كانت من أجل حفيده لا مع السلامة لقد أتيت حتى أرى الحسين فأبو الحسين يؤكد خلال حديثه في أحد البرامج أن العلاقة بين الأبي والجد تجسدت فيما يحكيه لهم بالقصر ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله كما أن الملك تراني العبد الله استكملت المشهد بأن قصت موقفها مع الملك الراحل حينما كانت تزوره في المستشفى وطالبها بأن تستمع إليه في آخر كلماته قبل رحيله وحينما أكدت له أنها ستربي الحسين على ما أمرها به من حسن الخلوق والشجاعة والأقدام فضلا عن مساندة ودعم الأهل والشعب الأردني في كل المواقف أما أنتم فبرأيكم هل هذا الموقف محرج بالنسبة للملك عبد الله الثاني من والده الحسين بن طلال أم أن الحب الشديد من الجد للحفيد هو ما كان يؤثر على الملك الراحل خلال الزيارة